اختتمت بمدينة المكلة أعمال المؤتمر الدولي الأول لأمراض السرطان باليمن التحديات وتوجهات المستقبل الذي نظمته كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب خلال الفترة من التاسع إلى الحادي عشر من مايو الجاري وقدم إلى المؤتمر نحو أربعين بحثا وورقة عملية من مستشاري وأطباء من الداخل الوطن ومن إثنى عشر دولة عربية وأجنبية حضوريا وعبر تقنية الزوم تناولت في محاور عداد السرطان من جوانب مختلفة تشخيصا وعلاجا